راح ندرس اليوم مقدمة بسيطة عن علم المايكرو بايولوجي المحاضرة كلها من بدايتها النهايتها عبارة عن انترودكشن ماكو ديتيلز بيها وماكو بيها فد مثلا موضوع صريح مشروح على اعتبار انه كل واحد من هاي الصور او كل واحدة من هاي السلايدات رحت تناخذ بمحاضرة مفصلة عن بعضها فبالبداية ناخذ فكرة بسيطة عن هو شنو معنى مايكرو بايولوجي المايكرو بايولوجي بالعربي وكتعريب بسيط هو علم الكائنات الدقيقة او العلم اللي خليني اشوف الكائنات فقط تحت المجهر يعني انا ما اختصد دراسة انسان دراسة حيوان او دراسة مثلا نباتات معقدة هذا الشي لا اقدر اشوفها بالعين المجردة واقدر ادرس عليها واشرحها ولكن المايكرو بايولوجي اختصلي بدراسة الكائنات اللي ما تقدر تنشاف بالعين المجردة واحتاج المايكرو او المايكروسكوب بيها على مود ادرسها لذلك اسموه مايكرو بايولوجي اللي هو كتعريب بالبداية ستدي اوف مايكرو ارغانيزم ارغانيزم راح تعدى علينا باكثر من مكان اللي هي معناها شنوه يعني كائنات دقيقة او عباء يعني زين اسا لحد الان اش عرفنا عرفنا التعريف النواني تعريفي مجرد علم ادرس بي الكائنات الدقيقة جدا اللي اقدر اشوفها بالمايكروسكوب وما اقدر اشوفها بالعين المجرد يعني كتفتيح كلام مثليش مثل البكترية مثل الطفيليات هذني كائنات انا ما اقدر اشوفها بعيني دقيقات جدا اقدر اشوفها تحت المايكروسكوب باختلاف انواع المايكروسكوب منو يتناولها ويدرسها هو المايكروبيولوجي اكو يعني مكان كلش مهم بالمحاضرة خلينا نفهم سوى انو شنو انواع الخلايا او شنو انواع هاي الكائنات الدقيقة وشن اقدر اقسمها على مودة درسها بالمايكروبيولوجي تقسيمها بسيط وحلو ومن الاسم هو راح نعرف شنو معناه راح اقسمها الى ثلاث اقسام اول قسم اللي هم متكونين منيا من الخلايا يعني عدهم خلايا صريحة يعني عدهم جدار وعدهم عضيات وعدهم ماي اللي خلية اللي درسناها كله احنا بالعدادية فقسم لياها الى نوعين النوع الاول سماليها برو كيريو تايب و النوع الثاني سماليها ايو كيريو تايب خلينا نتفق الكيريوتايب أو الكيريوت هو مختصر نيوكلياس هو الاسم لاتيني أو مختصر لنيوكلياس ومن كتب البرو من نوجاي لحد ما نتقدم احنا بالطب من نكتب برو يعني عادة ما قبل كل كلمة فاحنا قصدنا شي ببداية أولي مبدئي فمن قالي برو كيريوت يعني معناها الكائنات بداية النواد أو أولية النواد هاي أول نوع اللي هو برو كيريوت زين اللي يو كيريوت شنو معناه ايو خلينا نتفق إنه معناها معتدل أو صريح حقيقي فايو كيريوت هو حقيقية النواد زين أنا على يا أساس أقول هاي النواد حقيقية أو لا على يا أساس انت قسمتي لهذا بداء النواد وهذا حقيقي النواد ليش هي النواد من شنو تتكون ببساطة شديدة ببساطة شديدة عمود أقول هذا الجزء اسم نواد المفروض على الأقل يحتوي لشغلتين اللي هي بالنص نسميها جنتيك ماتيريال جنتيك ماتيريال اللي هي تحتوي لعلى الدي ان اي والار ان اي اللي مهم في عملية التكاثر ومهم في عملية التعرف على هذا الكائن شنو نوع وانه يحتوي داير مدايرة ممبرين وانسوا انني لقيت هذا التركيب بمايكروسكوب داخل هذا العضاء وهذا الكائن راح اسميه حقيقي النواد ايو يعني ترو وانسوا انني لقيت هذا التركيب داخل يعني مثلا نعتبر هو هذا الكائن لقيت هذا التركيب داخله بدون اي تفكير اسمي هذا حقيقي النواد واقول علي هذا ترو وانسوا انني ما لقيت يعني مثلا لقيت جنتيك ماتيريال بس ما عدي ممبرين هذا ما اقدر اسمي حقيقي النواد فسمينا شنو بروكيريوت يعني ش لقينا لقينا هو هذا مثلا الكائن وهذا لقينا المادة مثلا اللي جواه بس جنتيك جنتيك ماتيريال يعني مثلا لقينا RNA لقينا DNA فقط هي تشي واحدة موجود بدون غشاء بدون غلافي حوضة هذا ما اقدر اسميه ترو ولا اقدر اسميه نواد كاملة فاطلقوا علي اسم بروكيريوت دراسة وحدها ومحاضرة وحدها احتمال صار اكثر من محاضرة النوع الاخير اللي هو الفيروس اللي هو ما يعتبر خلية بعدين راح نفتهم ليش هنكلكم عندكم هاي المعلومة انه هو يحتاج خلية ويداخلها على مود يتكاثر وكذا فبس راح ناخذه يعني بعدين المهم عندي انه نعرف هاي المعلومة كبداية كبداية مايكرو زين البروكيريوت على مود ما ننساه بهاي المرحلة احنا يعني مرحلة اولة نحتاجه نشبه على مود نحفه لان معلومات راح نصيره هواي وكلها جديدة فالبروكيريوت على مود ما انساه البروب بالبق شنو المثال عليها المثال عليها اللي هي البكترية البكترية من اشوفها تحت المايكروسكوب راح اشوف انه هي عدها دي ان اي عدها سايتوبلازم وعدها رايبوزوم رايبوزوم وحدة من العضيات اخذناها بالعدادية والمتوسطة ما نذكر هو شنو عضي مسؤول عن صناعة البروتين بالبكترية وبالهاي الكائنات الدقيقة البروتين هو اساس حياته وانسو انه موجود رايبوزوم يصنع البروتين هاي البكترية عايشة وانسو انه هذا الريبوزوم ما موجود اذن هاي بكترية ميتة ما راح استفاد من عدها شي اذن انا من جبتها وحطيتها جوه المايكروسكوب اريد اشوف هي شنو شنو مكوناتها او من شنو متكونة شفتها متكونة من دي ان اي ما بيغلاف ما بيغلاف لذلك اسميته مو حقيق النوات مو ترو برو بروكيريوت وشفتها متكون من سايتوبلازم اللي هو السائل وموجود عضي واحد اللي هو الريبوزوم اللي هو مسؤول عن صناعة البروتين اللي قدام من راح نكبر راح نعرف انه هذا البروتين مسؤول عن حمايتها وعن جدارها وعن انقسامها وعن 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 فمهم انه هو عدها رايبوزوم على مو دي يخليها تعيش لذلك انا شكتبت لكم كتبت لكم هو اساس الحياة في الخلية زين هايش حتينا حتينا عليما على المبدئي او البدائي البروكاريوت زين الايوكاريوت هذا الحقيقي او حقيق النوات حقيق النوات هو هذا اللي شنا ندرسه بالاحياء حقيق النوات يعني معناها انا عندي كان او عندي مثلا هذا الشي الرسمة داخلها شفت شفت اكو نيوكليوس ونيوكليوس حقيقية هذا دي ان اي جواها وهذا منبرين دايرها داير ما دايرها عدها سايتوبلازا وعدها عضيات متعددة اخذناها احنا العضيات المايتوكوندورية الكولجي ابريتاس او جهاز كولجي عدنا الشبكة عدنا العضيات اللي هو اللايزوسوم هايسوال فكل حين هذين رايبوزومات هاي كل هالاشيار راح نلقاها وين نلقاها بالكائنات الكاملة اللي هي عدتها خلية كاملة او سميتها بالايوكريوت زين وطبعا اغلب هاي العضيات داير ما دايرها ممبرين فسميناها ممبرين باوندت يعني يغلفها وداير ما دايرها ممبرين مثل يجدن العضيات الحقيقية او اللي اقدر اقول عليها حقيقية اللي هي بروتوزوة بروتوزوة اللي هو الطفيليات الفنقاي اللي هي الفطريات الالقي او الطحالب هاي كلها امثلة تنطيني ياها ياه هو الايوكريوت لحدنا الان اوني وين اوني بالمقدمة ما نشرح البقية نكمل على الباوربوينت وبعدين نشرحها كجزء ثاني بس اعادة شو اخذتي هنا اخذت التعريف مالتي تعريف المايكرو بايولوجي هو العلم اللي يختص بدراسة الكائنات الدقيقة اللي اشوفها تحت المجهر study مايكرو اورغنزم اللي اقدر اشوف هوين اندر المايكروسكوب باختلاف انواع المايكروسكوب ضوئي مجهري مدروش الالكتروني حيال وعرفنا انه احنا قسمناه type هاي بوجهة نظر المايكرو اكو تقسيمات الهثانية ممكن حسب الشكل وحسب الاكتشاف وحسب وحسب ولكن المايكرو قال لك لا قسمناها بروكريوت وايوكريوت اللي هي حقيقية النواة وبداية النواة وفيروس عرفنا شون افرق هاي النواة حقيقية او لا وشنو ابرز الاختلافات ما بين البروكريوت والايوكريوت اللي هي اصلا الهجد والكامل راح نقرأ الباوربوينت زين ناخذ الباوربوينت وكلمة كلمة نفسرها الاشياء اللي تحتاج حفظ والمهمة واللي نأكد عليها هي هاي اللي تقدر تعيدها راح اخليلك جوائد يعني حاول انه اركز عليها اكثر من مرة والباقي تقدر تطلع كمعلومات اليك ولكن احنا اللي يفيد بالامتحان ويفيد كطبيب ممكن انه نأشرة وننأكد علي زين شنو تعريف المايكروبيولوجي قلنا هو العلم اللي يختص بدراسة الكائنات الدقيقة study مايكرو ارغانزم هاي لحد الان احنا عرفناها وحفظناها هنا انا شي يقلك يقلك راح نقسم الى جروبات ممكن متكونة جماعة منعتهم متكون من single cells وجماعة من cell clusters clusters راح نسمحها بأكثر من مكان يعني many متعدد زين قلنا البيروس والبيروس هو موسيط زين هس لحد الان من هذا كل شنو اريد اريد التعريف واريد ال organisms اللي يدرس شنو يا single cell متعددة يا virus هذا اللي مهم عندي بالتعريف انا اقدر احب زين اي لك هاي مايكرو ارغنزم اللي انت ماخذ عليها نظرة انه هي بس تستوي لك امراض لا هي مهمة في عملية نقل العناصر الكيميائية العناصر الكيميائية مو بس تستوي لك امراض ولا بس تتنقل لك الامراض ولا هي بس مضرة للجسم لا هي مهمة responsible for cycling the essential chemical element اللي هي العناصر الاساسي يقلك حالها او ممكن اكثر من النباتات من هذا السطر شنو اريد اريد انه تعرف انه الها وظيفة انه ش تستوي ل responsible of cycling cycling يعني تدوير او نقل او عادة تدوير chemical elements كأنه عناصر كيميائية مركبات كيميائية سويلها cycling عادة تطوير او تدوير او نقل من هذا السلايد كله شنو اريد اريد التعريف واريد نوع الخلايا اللي درسناها واريد شنو الوظيفة شكرا عفوان الباقي للاطلاع زيم هذا السلايد شي يقلك اعداد هائلة من هاي الورغانالز يعني خمسة عشرة خمسة في عشرة العفو أستثلاثين ثلاثين يعني ثلاثين رقم وراء الخمسة فأعداد هوا حتى كرقم ما عرف يعني شون اللغة بس هو أعداد حال هوا ما يعني مطلوب من ادنى نحو بالأعداد اطلا ولكن يقلك هي تسعين بالمية من الوقود ومن حياتنا ومن البيئة يعني خمسين الى ستين بالمية يقلك من هاي الورغان كبكتوريا وكفيروس وهال عدها علاقة وترابط ما بين أجسامنا ولا محيط الخارج الامفيرومات مهم ما أريد ماكو معلومة مفيدة لحد الآن بهذا السلاد زين كأقسام مو أنواع أقسام المايكرو بايولوجي كل احنا نعرف انه المايكرو بايولوجي مو بس الأطباء يدرسوا يدرسوا جماعة التحليلات يدرسوا جماعة التربية تحياء علوم أحياء يدرسوا جماعة التحليلات المرضية الصيدلة المختبرات كلهم هذول الأسناء كلهم يدرسون فهل يا ترى كلهم يدرسون نفس الشي لا نقل لك راح نقسم إلى أقسام مثلا اكون نسمي environmental microbiology يعني هو المختص بالبيئة وهذا أكثر شي من يدرسوا درسوا جماعة الانجينيرينج زين هو والاندوستريال اللي هو الصناعي اثنيناتهم دولة بجماعة الانجينيرينج أكثر شي درسوا جماعة الهندس هندسة بيئة وهندسة ماعرف شنو تطبيقات أو هيت شي زين microbial biotechnology هم جماعة العلوم حياة أكثر شي يدرسون اللي هم يدرسون كل أنواح حول مكونات مات النبات والتركيبات الكيميائية مالتها والتداخل والترابط وشنو الجدار متكون من يا عنصر زين هنان اللي تفيدنا الميديكل مايكروبيولوجي هذا اللي احنا راح ندرسه زين synthetic microbiology وهي عادة من اللي يدرسه جماعة الصيادلة من هذا اللي يفيدني كأنواع يعني اطلع عليهم environmental بيئي industrial صناعي biotechnology علوم حياة الميديكل اللي احنا راح ندرسه بالتفصيل والsynthetic اللي هم ذول جماعة الصيادلة زين هذا اللي يهمني اللي هو الميديكل الميديكل مايكروبيولوجي هي هم العناصر او الكائنات اللي راح يدرسهن برايونز وللامانة لبرايونز اكثر مما هو اقول علي كائن هو تجمع للبروتينات لمن شافوها دخلة الجسم سوت بي مرف فسوالها انتتي وحدها فسوالها تقسيم وحدها فاعتبروها انه هو عنصر من العناصر ككائن ينشاف لا بس هو تجمع بروتينات سووه للشبه كائن شافوه مني دخل يصير انفكشو يعني يسوي لامراض بالجسم فقال فقالوا لك خلا حطها من التعداد فيروس بكتريا طحالب بروتوزو طفيليات الفنقل الفطريات والمورم الورم اللي هي ديدان مو كلش وحاطيها اخر شي اللي راح نهتم بي اكثر شي وراح ندرس خلال هذا الكورس كل اللي هو البكتريا والفايروس والفنقل وممكن البروتوزو هاي السلايدات اللي محطوطة كعملي ممكن تفيد اذا اكو مختبرات يعني عدكم مثلا يحط لك صورة يقل لك شنو هذا نوع شنو الستراكتر هذا موجود يعني وانس انت مثلا من راح نشرح من راح نشرح الفايروس ممكن يقل لك هذا شنو اسمه هذا شنو اسمه فللمحاضرة محطوط شنو على موجود شنو تطلع عليه يعني على الاطلاع على شكل على موجود عين تتعلم على الشكل يعني مثلا هذا الشكل هذا شكل هذا اللي قلت لكم عليه مجرد انه انا من راح اشوف راح اشوف هيج عبارة انه بروتيناس بس من تدخل للجسم كأنه أو غير شي ممكن نسوي لامراض دزيز نزيم هاي هنان الطفليات بس هاي يعني تحت يعني مكبرة هواي هنان الفطريات بانواح الفطريات هذا العادي وهذا اللي هي يسموها الخميرة يست هذا شكل الخميرة مثل ما قلت لك هاك بالعمل راح نرجع نشرح انك صور وستترك جا بس خلي عينك تتعلم على الشكل بروتوز وهواي منها انواع غياردي هاي اميبة هواي استمعوها زين يقل لك هنان ليش تدرس البكترية ليش اهتميت لي الدراسة البكترية اهتميت لك الدراسة البكترية باعتبار انه هواي انواع من البكترية هي انفكشووس انفكشووس يعني ش يسبب امراض امراض معدية فاني طبيعي ادرس على مود اشوف شنو نواحها واخترع لها العلاج على مود اشوف شنو نقاط ضعفها وشنو نقاط قوتها وهاي اثنين هم يدرسوها علم المايكروبيولوجي على مود اشوف اشوف شون اخترع لها علاج واشوف مالتها فاني درستها وصارت عدي مهمة بالمايكروبيولوجي اذا درست البكتريا ليش اولا لانه هي انفكشووس بعض الانواع هي انفكشووس زين درستها ليش على مود اعرف الانتو بايتك رزيستينت وراح يعني اتمر عليكم حيل هو سالفة انتو بايتك رزيستينت شباب البكتريا بتركيب هاي ببساطة طبعا البكتريا بتركيبها مثلا عدها غلاف وعدها عضيات بعد شم يوم راح ندرس انه عدها جدار قوي مكون من طبقات من شافوها تحت المايكروسكوب قالوا اوان البكتريا هاي من تدخل جسمي ومن السوي لمرض خلي اختر عدوة علاج هذا العلاج شي سوي يروح يشتغل على نوع من انواع البروتينات اللي موجود مثلا بالغشاء يدمر وانس انه ودمر الغشاء ادمرت البكتريا فماتت فبهيج حققت التارجيت مالتي انه انه كتلت البكتريا ولكن البكتريا حالها حالها سمعته عن التطور مات الفيروس وهاي شنو بمرور الزمن اتطور من نفسها شلون اتطور من نفسها هي بذكاها او يعني بقدرتها عرفت انه هذا العلاج يشتغل على هذا البروتين مثلا البروتين اي على سبيل المثال اللي موجود بالجدار فهذا العلاج مثلا الاموكسين اللي هواي متعودين نحن يعني ناخذه بوصفة بدون وصفة فشاف انه هو يشتغل وين على البروتين اسم اي قالت لك هو يشتغل على البروتين اسم اي خلي اطور من جسمي واطور من ذاتي وهذا البروتين اي الغي احط مكانب مثلا بروتين بي العلاج يشتغل بس على اي فمن انطي مرة ثانية هاي البكتيريا ما راح يشتغل لانه هي طورت من نفسها خلت العلاج ما يشتغل عليها والعلاج ما يعرف هذا البروتين بي فهاي البكتيريا سميتها ريزيست او ريزيستنت للعلاج ليش لانه طورت من نفسها شافت العلاج وين يشتغل على يا مكان ولغته او دا او خلت لوسيلة دفاع غيرته ضمته بحيث قام العلاج ما يعرف يشتغل على هذا البكتيريا بالطريقة اوضح مثل ما اكو دكاترت نهنان يشرحون اياها الله يذكر بالخير دكتور حازم وكان يقول يقول سوسن وكان يتعمد يقول سوسن ليش باعتبار البكتيريا اسمها طبعا بسين ستربت وستاف فيقول سوسن تعرف انه هاي بتجيرانها راح تجي راح تجي وتطعنها بالسچينة ببطنها هيا هي جيرانها جيرانها العلاج وسوسن هي البكتيريا فراح تطعنها ببطنها فش قامت سوسن لبست درع لبست درع حديد وبطنها فمن اجدت بتجيرانها وطعنتها ببطنها ما ماتت فصارت سوسن صارت ريزستنت البديران طورت من نفسها بذكاها عرفت تحمي نفسها من هذا العلاج فهي بصورة يعني ابسط شه لذلك شنو وشنقول نقول هذا العلم وانس انه اعرفت انه هذا لا والله البكتيريا تغيرت راح اشوفها تحت المايكروسكوب اشوفها اطورت اختر علاج للبي وهكذا مع مرور الزمن افتهمنا شنو يعني انت بايتك رزستنت زين نوزكومل انفكشن الى الان الى الان نوزكومل اريدك تحفظ لياها انه انفكشو او مرض معدي ليش لان اللي انصاب ببكتيريا كشخص يقدر يعدي شخص ثاني فهو ممكن ينسمي شنو نوزكومل انفكشن يعني يعدي من شخص الى شخص مايكروبايون يعني هو عبارة عن تجمع من المايكروبات وعوائل فمهم انه انا ادرسها والبروباياتيك اللي هي البكتيريا النافعة مهم جدا اعرف انه هاي بكتيريا ضارة وبكتيريا نافعة لان بكتيريا نافعة عندي مفيدة خاصة انها تتطور وهاي صارت حيل مهمة ووحدة من الاساسيات مات العلاج سواء كانوا للرضع اللي قال اللي اعتهم مغص من الحليب ومغص ولادي او دول اللي اعتهم قالون عصبي فشافوا انه هما من شافوا البكتيريا وعرفوها شنو وعرفو فوائد البروباياتيك سلبوها على شكل العلاج وانطوها للناس فمهم انه انا ادرس اذا مهم انا ادرس البكتيريا لان البكتيريا ممكن انفيكشواث ممكن انه انتبايتك ريزيستنت فلازم اعرف الستركتر الغيرت على مدسويل علاج ثاني نيوزا كومال انه هي معدية وممكن تنتشر وتعدي من احد الى احد ثاني مايكروبيا لانه هي عبارة عن مايكروبات وتجمع من المايكروبات اللي هي عوائل فلازم انفرق بينات وبروبايوتيك لان جزء منعتها هي بكتير ينافعة زيد هنا انا سلايد بس يعني حاطة الدكتور على مودي يوضح لكم انه اكو امراض نسميها نان انفكشواث شنه يعني نان انفكشواث يعني من نصير بشخص ما تقدر تصير بالثاني يعني ما تعدي يعني مثلا السميد هو اللي عنده ما رح يقعد انفكشواث مثلا منطيكم مثال ثاني اللي هو multiple sclerosis ما دوقكم بس هو مرب يصيب العصاب الطرفية خربط بكهرباء الجسم رح تاخذوها مرور الزمن بالcns بس تحفظوا يعني اللي تقدر تحفظوا الزهايمر كل احنا نعرفه كل احنا مو زهايمر الزهايمر اسمي صارت انت طبيب فلازم تعرف الاسم الصح اللي هو مرض يصيب الكبار بالعمور يصيب النسيان يعني وكذا ويفقد الاكتيبيتي باركنسون اللي هو اسمه الشلل الرعاش اثر اسكولوروزز اللي هو انسداد الشرايين الميموري هاي حاطها بالغلط اي بي دي اللي هو الرتبل باول ديزيز او القالون العصبي اوتو اميون ديزيز اللي هي الامراض المناعية يعني مثلا بما انه انتو يعني مثلا الناس اللي عاتهم بهاق هذا البهاق شنو اوتو اميون ديزيز مرض مناعي فلو يقعد يمك منا لسنة ما رح يعديك هو مرض مناعي بجسمه لا سبب بكترية ولا فيروس على موض يعديك هذا انه بعض الاسماء عن هو حاط لك ياهن من يريد يعني يقل لك انه اكو امراض نسميها انفكشواص وكو امراض نسميها ان انفكشواص الانفكشواص اللي هي نتيجة بكترية وكذا ان انفكشواص اللي هي نتيجة مو امراض يعني معدي اللي هي مثل من مثل السمنة الاوبازيتي المس ملتبل اسكلوروزز الزهايمر باركنسون اثر اسكلوروزز ميموري ميمور هو قصد اهنانا ديليريم بس بعدين يعني صحح الاي بي دي او القالون العصبي والاوتو اميون ديزيز زي مثل ما شرحنا بالبداية شرحنا عرفنا شن الفرق ما بين برو كيريوت والايو كيريوت اللي هي سميناها بدائية النوات او اولية النوات وحقيقية النوات هذا اللي درسنا كل اللي قبل اذا انت متر تقرأ ما عندي اي مانع ولكن هذا الجدول حي مهم انه انت تعرف لانه هذا الجدول يعني الجزء الاول من المحاضرة ككل فانت شنو نشوف شنو الفرق ما بين البرو كيريوت سيل والايو كيريوت زين اول شي البرو كيريوت يقل لك سمو الساعة مالتها اقل من 5 مايكرو ولكن الايو هي اكثر من 10 مايكرو هذا دائما يوني سليولار شنو يعني يوني يعني احادية النوات ولكن هذه احادية الخلي الخلي هاي متعددة الخلائق هاي عبارة عن خلية وحدة مكترياية وحدة ولكن هاي مثلا الطحالب عدد من الخلائق مصطفطة مع بعضها زين يعني يعني هانش عندي مثل ما رسمناها دوات مالتها مو حقيقية لان ما عدها ممبراين مش قلت لكم لان عدتها بس رايبوسوم يسبح بالسايتوب لازم فسميت ما عدها عضيات مغلثة مو مثل هاي لا هاي تحتوى على نيوكلياس والنيوكلياس مالتها حقيقية عوارة عن DNA أو RNA مغلفة بغلاب وعدها ممبراين أو ممبراين ممبراين عدها ميتو وعدها رايبوسوم عدها هذن كل هين مغلفات بممبراين تمام زين هذا مجرد قلنا بس DNA ما بي أي غلاف هاي لا والله DNA وياها بروتين وياها والبروتين يتحول إلى كروماتين يعني معناها إنه هو كامل يعني معناها عبارة عن نواة كاملة وDNA كامل وبكافة أجزاء زين رايبوسوم عدها طبعا رايبوسوم عدها لو ما عدها رايبوسوم ما تعيش وسمو ولكن هنا رايبوسوم مالتها لاج زين الحركة مالتها عن طريق رجد رجد في لجلم شنو في لجلم اللي هو الصوت داما كان يرسمون نيا بالنهاية يرسمون نهيت خلية ويرسمون نهيت صوت يقولون هي الوسيلة الحركة والت الخلية هاي لا هاي عدها عدها صوت والصوت شنو فلكسبل مرن مو مثل هاي رجد قوي لأن هذا بدائي بعده هاي لا فلكسبل وش عدها بعد عدها سيليا شنو معنى سيليا سيليا يعني معناها أهداب صوت وعدها أهداب تتحرك بيهم زين هاي الانقسام مالتها بالانقسام الثناء البسيط يعني تنشطر بالنص إلى خليتين وصير هاي رقم واحد هاي رقم اثنين هاي لا الانقسام مالتها بمثل الإنسان ما تذكرون المخزلي والاستوائي والمدرو شنو هذا شنسمي مايوسز أو مايتوزز اللي هو الجنسي والغير جنسي الانقسامات الجنسية والغير جنسية كانوا يقسمون نياها وقطبي ومقطبي واستوائي ومستوائي ونيوكلياس منا هاي هاي كلها شي سموها مايوسز ومايتوزز حالها حال اللي يصير بالإنسان بالكامل يعني ربرودكشن إز ألوز أسكشوال يعني التكاثر مالتها دائما أسكشوال غير جنسي ولكن هاي التكاثر مالتها أسكشوال أر أسكشوال حسب شو شنو الأر قنزل بيها بيها العضو اللي تقدر تتجامع وياها أو لا زين بما أنه هذا مهم كل شي الجدول نرجع إليه تسوى اللي هي شنو أدي عندي البروكيريو تايب وعندي ال بروكيريو تايب قلنا اللي هو أوحاد الخلية أو بداء الخلية السمول أقل من 5 مايكرو الإيو هو لارج أكثر من 10 مايكرو هذا دائما نيوني سيليلار يعني متكون من خلية واحدة هذا مالتي سيليلار يعني متكون من عدد من الخلائق هذا نونيوكليس ما عنده نيوكليس ولا عنده ممبرين باورديند أورغانلز يعني عضيات هذا لأ عنده دنوات وعنده عضيات هذا دي أن أي مالتي بس هو مجرد موجود وما عنده بروتين هذا عنده دي أن أي وعنده البروتين اللي حاوطه عنده رايبوسوم فغيروني قياسه 70 هذا رايبوسوم ما تشبير وقياسه 80 نون سايتو سكيلتون هاي يمكن عبرتها قبل شوية نون سايتو سكيلتون سايتو سكيلتون اللي هي هيكلية الخلية سايتو سكيلتون كانت العضيات اللي تكونها اللي هي هيكلية الخلية اللي هن الأنابيب والخيوط هذين شايتش كانوا يسوون هما اللي مسؤولين عن الشكل وهم اللي مسؤولين عن الحركة وعن الانقسام وعلى انه تمط وانه ترجع ومادروا شنو هاي ما عاد لانش قلنا هو بس عاد هالرايبوس ها مفقط هاي لا عاد سايتو سكيلتون الهيكلية عاد ها هيكل وعاد ها شكل معين وعاد ها امكانية انه تكبر وتصغر وتنمط وماعرف شنو الحركة الحركة عاد ها برجد يعني قوي فلاجل صوت هاي لا فلكسبل ميرن سيلي اهداب وصوت فلاجل الانقسام مالتها بالانقسام يعني شن انقسام ثنائي هاذا شن انقسام مالتها بميوسيز ومايتوزيز جنس ولا جنس عادة ما التكاثر لا جنسيا وهنا عادة التكاثر بي ما جنسيا او لا جنسيا زي هاذا اللي مكتوب هنا نهسم النا والجاي اسماء علماء سواوا التجارب بالمايكرو فالهم الفضل علينا بانه هاي التجارب هم فعدتنا بمرور الزمن يعني على عين وعلى رأس هاي العلماء واني طبعا يعني راح نحتيها بس اسمعوها مني ونسوها يعني عالم وسوا هذا الشي ونعمل عليه بس قبل هاي اريد احتي لكم هذا الشي شوية مهم يقلك انا من اريد اسم بالمايكرو اسم اورغانلز ما اسم عشوائيا انا اريد اسم على مدباتر عقبة احط بجدول خاف انسى اروح اذكر من يا عائلة وطلع الصفات مالته بكتاب معين فمن يريدون يسمون اسم بالمايكرو يقلك اول شي شي يكتبون اسم يعني الجنرك او الجينس اول شي يحطون الجنس بعدين شي يحطون يحطون النوع هذا شي يكتبون يكتبون بكابتال لتر وهذا يكتبون بسمول لتر ممكن يقلك بعض الاحيان يعني استخدمه انه انا اكتبه بخط مائل مثل هذي او لا فهس انا شنو مثلا استافيل كوكس هاي اول واحد شوفوا كابتال لتر الاس شبيرة اورس شوف كتبها بسمول لتر ليش لان هذا جينس وهذا سبيش نوع هم للاطلاع بس خاف يعني احد يسئلكم شون يعني شون تتسمى هاي الكائنات تتسمى بانو انا احط الاسم اول شي على رأس الهرم او اول الكلمة بالبداية الجينس الجينس مالتها بعدين احط النوع مالتها شنو واكتبهم الجينس بكابتال لتر وثاني النوع اكتبه بسمول لتر ممكن اكتبه بخط مال لا مو مشكي هاي هنا نهي التقسيم مالتنا الايو البرو ومطيك المثال علي الايو اللي هي الطحالب والفنقاي والبروتوزوة والبرو اللي هو مطي من البكترية هاي كله محاضرة راح تاخدوها واحدة زيب حفظيا شنو المايكروسكوب يقول لك انت مو هذا العلم اللي مختص انه تنشاف بالمايكروسكوب ادرح تشيله عن المايكروسكوب كم نوع عندك اقل لعادي ما اخذيها بالعلوم اصلا ونعرف عدنا واحد ضوئي نسميه لايت مايكروسكوب وعدنا واحد الالكتروني اللي نسميه الالكترون مايكروسكوب سهل السال فمو يعني صعب اللايت مايكروسكوب من اسمه لايت فهو معتمد على اللايت بالاضاءة وبانو انا اشوف الاسلايت عكس الالكترون لا ما معتمد على الايت معتمد على العدسات والتكبير وهكذا زين اللايت مايكروسكوب نوع واحد هو هذا اللي شايفيه زغيرون بالضوء الاصفر او بالضوء الابيض اللي بالمختبرات يقل لك لا انواع اول واحد سميته bright field مايكروسكوب اللي هو المضيء bright طبعا حتى لو اترجم هن للعربي ماكو فايد لانو اسماه انهو انجليزي فbright field مايكروسكوب يعني معناها الحق المالت او الاضاءة مالت معتمد على اللايت bright يعني قوي bright field مايكروسكوب ثاني واحد شنو اسمه phase contrast مايكروسكوب يعني احتاج الملون phase contrast مايكروسكوب زين ثالث واحد اللي اسمه dark هذا سهل عكس الفوق الفوق bright هذا dark هذا معتم فاحفظ هنهيج هذا bright field مايكروسكوب اكو واحد عكسه dark field مايكروسكوب اكو واحد اسمه contrast يعني شنو يحتاج صبغة زين مو بسيط يعقوا الثالة الاخير اسمه فلورسكوب مايكروسكوب فلورسكوب يستخدم صبغة مثل الفسفورية المشعة تظهر على شكل الاخضر فسفوري من اشوفها فهذا بيلون وهذا بيلون فاحفظ هنسوا فالbright field مايكروسكوب ويا dark field مايكروسكوب phase contrast مايكروسكوب ويا شنو الفلورسكوب مايكروسكوب زين الثاني شنو الالكترون مايكروسكوب هذا الحديث والمتطور واللي يقدر يشوف اضعاف مضاعفة من اللي يشوف ال light الالكترون وهذا اللي ستر علينا خلانا يشوف ال virus واجزاء كل زين اللي هو كون فوكال سكانينج ليزر مايكروسكوب شطول اسمه كون فوكال كون فوكال سكانينج ليزر مايكروسكوب يعني يستخدم كل هاي الاشياء الحديثة او السكانينج بروب مايكروسكوب هذا مستخدم الليزر وهذا مستخدم بروب يعني يدو بويبات زين اذا هذان نبس اثنين كون فوكال سكانينج ليزر مايكروسكوب وسكانينج بروب مايكروسكوب هذا الالكترون زين يابا علشانو معتمد حدش علوم يعني اقرأو انسا اللي هو الريزولفينج باور الريزولفينج باور هي عدسة اللي يستخدمها المايكروسكوب العادي اللي هو ابو اللايت هي هاي العدسة شنو يقللك مدى قدرتها على انه تميز لنقطين مع بعض كل ما كانت الريزولفينج باور مالتها عالية يعني راح تشوف لأدق مثلا اذا الريزولفينج مالتها مثلا خمسة تقدر شوف النقاط هاي عن هاي متفرقات ولكن اذا الريزولفينج مالتها مثلا عشرة تقدر تشوف لهاي عن هاي متفرقات وهكذا فالresolving power is the distance that must be separated to point source light if they are to be seen or to distinct with image مثل ما شرحت لكم يا آني هذا ما مثل يعني فما تريد الحفظة إنه هي عدسة تقدر تفرق لي مسافة ما بين نقطين كل ما زادت هاي العدسة كل ما تريد تفرق لي قلت لكم يعني العدسة البور ما لتعني مثلا مثلا كأرقام خمسة تقدر تميز لهاي النقطة عن هاي النقطة نشوف ليها المتفرقات ولكن إذا قويت هاي النقطة عن هاي النقطة شوفيش قد لازقات مع بعض تقدر تشوفها المتفرقات زين يا لايت يالو لايت تستخدم الوايب مالتها 0.4 ميكرو the smallest separated diameter are this about 0.2 الديمتر مالتها يعني القطر هم حاجي علوم بس آن اللي أريد عرفه شنو إنه اللايت مايكروسكوب ماعتمد على عدسة نسميها resolving power زين إلي اللي كترون مايكروسكوب لا هذا بالعين لا يعتمد على لايت يوقع على نقطة وهاي النقطة راح تشربها وبعد ينميزها والانعكاس مالتها أشوفها بعيني هاي كل مايعتمد عليه عادي objective ocular lens عدسة عينية مكبرة الكتروني شكرا وعافوا ويعتمد على magnification power اللي هي شنو التكبير قوة التكبير إذن اللايت مايكروسكوب اللي عادي يعتمد على power سميتها resolving power أما الالكتروني سميته magnification power اللي هو مات التكبير هشوفيش قدي يكبر هذا الصورته هذن اللي متعودين عليه حطوني العدسة هنانا هذا هو اللينس العفو يحطوني هنانا شنو السلايد اللي بي مثلا البكترية هذا ضوة أصفر يضرب عليه هاي منانا العدسة ومنانا أنت تشوف هذا ضوة الأصفر يضرب عليه من على البكترية البكترية راح تستوي لـ resolving ينعكس الرؤية هنانا العدسة راح تكبرها وتوصل لك ياها منها العين تطلع لك الصورة على هيك تشكل ممكن أحتاج أنه بعض الكائنات أصبغها يلا تبين بعض هذي لا ورلا ما تحتاج صبغها شميعني؟ حسب هذا ياه هو اللي قلنا يعتمد على اليمن resolving power resolving power السيل ستركتشور الانفلوب والسيل وال لا هذا راح يعني نشرح بي كل شو هاي بس النوكليوتويد هذا أنتو تعرفوه اللي هي النوات أو النوية تعتبر نوات غشاء بيها وداخلها نوية اللي هي تحتوي على الـ DNA والـ RNA هاي انتو تعرفوه الباقي مال تماتل السيل وال ومهماته والتركيب الكيميائي للأمانة هم محاطين صور فقط أنا راح أشرحها بس اللي هي المطروقة للبال ونقرأ هذا الجدوى الحيل مهم بتفاصيل ويعتبر جزء مهم من المحاضرة فراح يصير على شكل جزء ثاني فخنكمل أسماء العلماء شنو سوهم ومنو أسمهم سمعوها مني ونسوها زين يقل لك مرور السنين المايكروبيولوجيا ما أجهيتي فجأة لا والله اجي بتعب علماء وكل سنة واحد اكتشف شيء وواحد طور شيء ثاني عن اللاخ زين فشوفوه من شوكتي يطورون بي من الـ 1673 انتوني هو هذا يعني أول واحد هذا أول مايكروسكوب انتوني فان ليفن هوك اسمه هو اللي وصف لي live micro organism that he observed in teeth scrubbing rain water and pepper corn and pepper corn يعني وصفهن الشكل ما لاتين شنو عاد شي يقولون يقولون هو بالأصل هذا خياط يعني مو عالم مايكرو مايكرو أصلي فهو عنده هاي الجهاز المكبر حاط الأقماش يريد يشوفه فطاح شي على الأقماش كبر كبر فشوف انه هذا الشي اللي طاح على الأقماش هذا ب sail wall يعني مو sail wall يعني قصد structure كامل يعني بيع جزيئات وبهذه فهو هذا يعتبر أول واحد قال قال انه أكفت شي اسمه مايكرو أورغنز اللي هو أنتوني فان ليفن هوك زين ورا يجي إدوارد إدوارد والإدوارد شنو ليش يعني إلى فضل علينا لأنه هو اللي دخلنا العالم الvaccination هو اللي عرفنا على انه هو شنو يعني معنى تطعيم شنو يعني معنى لقاح هو هذا إلى الفضل اللي هو إدوارد جينر هز ليفن هوك ذاك اللي قال انها يأكو مايكرو أورغنز أول واحد ثاني واحد إدوارد إدوارد هو اللي دخلنا بعالم الvaccine زين جوزيف لستر إش قال انه قال انه لا أكو مواد كيميائية chemical disinfectant يعني إش قال قال انتو من الدخلون مكان بعملية وبمستشفى أو مكان لازم تحقموه وعرفونا شنو هاي المواد الكيميائية اللي تقتل هاي الأورغنز هو عرفونا هاي المادة الكيميائية اللي سوي سواء كان على ملابس على مكان على فود على مدرو شنو فجوزيف هذا اللي عرفنا النظافة هذا اللي عرفنا شنو يعني disinfected material شنو هذا جوزيف المهم اطور العلم ودخلنا بالتسعميات صار عدنا بدأ وهنانا بدأ يعني نعرف شنو يعني الكترون مايكروسكوب اطورات العدسات اطور العلم فلويس باستر اش قال قال لا والله نطور ونسوي لنا علم اسمه مايكروبيولوجي حشان نهواي وعن العضيات سوالة فلنا عن التعقيم وشوان اتخلص من الانفكشن قال لنا يابب الحرارة او هذا يكتل ان الحرارة تقدر تكتل هاي العضيات سوال نفت شي اسمه الوتوكلاب الوتوكلاب اللي هو موجود نشوفه عد اطباء الاسنان اللي يعقمون بالادوات مات الاسنان درجات حرارة كلش عالية الدرجة انه تقتل كل الجراثيم كل بكتريا وكل بيرل وكل شي من الادوات سوال انثركس فاكسين يعني اللقاح مات الانثركس الريبز هذا اللي يجي من عضة الكلب يعني خلالنا قواعد هذا من هو لويس هذا لويس كلش حديث كلش كلش حديث المهم اجا وراء من هو واحد اسمه الكسندر الكسندر من اسم اي هو قال انه اكو انتوبايتك هذا صيد لاني عالم كيميا قال والله انه هاي البكتريا ممكن انطيع المادة الكيميائية فتنقتل مو شرط حرارة مو شرط مادة واكذا يعني سوالنا الادوية رجال كيميائي زين عندك مناعة اجا وراء جوزيف وجوزيف هذا بالنظافة قال لكم مواد كيميائية وانت لازم تعقم المستشفى ولازم تحط بلاستر ولازم ولازم فعلمنا طرق النظافة والاشياء اللي ممكن تقتل البكتريا اجا لويس لا هذا الحديث هذا حط لنا قواعد واخترى لنا ادوات وقال ان الحرارة والحرارة العالية هي تقتل المايكرو أورغانلز زين وراها اجانا من هو الالكسندر والالكسندر ابو حرف الاي هو اللي سوال انتبايتك اللي هو المضاد الحيا واللي يقتل البكتريا زين ريديز اكسبيرمينت هي هاي التجربة مات تالريدس جنا ما اخذيها ما اعرف ان شاء لت من المنهج او لا سيعنا على زمننا كانت موجودة بالفيزي انه هو قطعة مات اللحم شاف انه منغلف ما صار به ولكن من فتحه وجدت هاي الذبان نقلت شنو نقلت نقلت برجليها وبإديها والهواء والمدرش ونقلت يعني جراثيم نقلت خلت هاي اللحمة تخرب وتتعفن وتتمرض وكذا وهاي التجربة اللي سواه فالميت قال لك كيبت ايزوليتد بعيدا عن يعني الدبان وبعيدا عن الهواء ما صار بي شي وانسى انه عرض للهواء شاف انه هذا فحط يعني النظرية مات نيابة احنا هواءنا وبيئتنا هاي الدبان والبق والمدرش وكلها هاي شايلة جراثيم وهذه وامراض وممكن تنقل هاي المايكرو اورغانيز يعني حط الارستول سيوري يسموها زين باستر باستر لا شوية يعني حديث اكثر سوى هاي الزجاجة اللي هي عدها الفوهة مالتها على شكل اس اللي يسمونا سوان نيك فلاسك سوان نيك اللي هو الرقبة مالت واحد من الطيور هي ما ادري شو فلامنغو وهي شو اسمه سوان نيك فلاسك لما نسو ابرايت ابرايت يعني شنوي عن نفس الفكرة هم مزدود وبعيد عن الهواء وبعيد عن الورغانلز فشاف انه الوضع عادي وانس انه خلاها تميل شويونة يعني معناها فتحة خلا الورغانلز تدخل شاف انه المادة اللي داخلها تجرثمت وتلوثت وكذلك وتحولت من مادة صافية الى عكرة مادة عكرة فقال لك هم انه اكون غري انه مايكروبات وي الجاو وما غنف شنو زين روبيت كوخ درس ال كوزاتيب ايجنت مادة الانثركس الامراض وعرف انه يسوي لي كالتر شنو كالتر يعني قام يخليهم بطبق ويخليهم يتكاثرون سوا عالم يعني خلاهم يعني سوا مستعمرات بيها هذا من هو كاسباب الدزيز يعني قام يعرف انه هذا المستعمرة هاي تسوي دزيز هاي المستعمرة ما بيه شي هذا من هو روبيت كوخ بعض الاسماء هم ذاكر لكم ياها يعني سم الويس قات لك انت غسل ايدك لستر قال لك كمواد تعقيم سنو عرف انه الامراض المنتشرة المنتشرة epidemiology يعني الانتشار اللي كانت تنتشر بالمدن وبالدول بصورة عالية فقام يسوي لها control جنر جنر اللي شرح لنا شون يعني فاكسين شون يعني تطعيم وشون يشتغل على المناعة هذا هو اللي كيمو ثرابي يعني اللي هو سوان ادوية يعني هم ذو الاسماء هواي ما صورت مطالبين بيه بس للاطلاع يعني تاريخ ويجب ان يدرس اش اخذنا اخذنا الريدس experiment اللي هو مات الميت مات اللحم اخذنا الباستر اللي هو هذ اللي جاب القارورة وحماها وسواها وخلاها مفتوحة خلاها مزدودة يعني واخذنا روبرت شون سوى المستعمرات وقدر يحط طبق وخلى البكترية تتكون وقال شنو يعني تعريف مستعمرة يعني مجموعة من البكترية اللي تنمو في بيئة معينة في وسط معين وبعض الاسماء سيم لوس قال لك شون تغسل ايدك وشون الغسل ما تل ايد بص طابون يأثر على الجدار وكذا لستر قال لك انه انتسب تكنيك يعني ما تعقيم سنو عرف يسوي لكونترول للامراض اللي هي شانت منتشرة بالعصور جنر اللي هو شرح شنو يعني مناعة وشون التطعيم يشتغل على المناعة رجال كيميائي فشرح لنا على الأدوية وسوان الأدوية كيميائي نشرح بجزء ثاني اللي هو سيد ووض اقدر اقرأ يعني حسب اللي هو المكتوب اقدر اقرأ بس ما هذي رح اقرأ رح نسوي جزء ثاني شاء